مع المسائلات والأديان السلمية ولو تعطنيها أنا أقول كلام ده للضيوف المبهدين من المسلمين المسلمين وأنا كان ممكن أستمدل في أقرائي الخطاب الرسمي اللي هو المسجل دلوقتي بهذه البحث لكن هذا اللي أنا أتكلم و أخرب عن السياق أنا أتكلم شعب المسلمين كله المسلمين مش مفكريه ومتطفين وعلاداء فقط فأنا أتكلم غالبية المبهدين غالبية المواطنين من مصر ويمكن يختلف على كثيرين منهم ومتا بتوضي كلام دون هم هم عن دلال الأغنوية لك المسلمين الحياة المسلمين من مصر فأنا أقول المسلمين من المبدلين ما أحد ألا المسلمين قالا ما أشهدك ونخلق مصر كمان من مقدم لإنسانية عدية من البت ripe إن تعلم الشهرية كبيرة أولا زي معي الله وطلماء خدماء المسلمين لكن لكن في سنة بزل المسلوب الهدى كبيرة أولى عشان يعدموا للعالم والمصر هذه من أجل الإنسانية من أجل التنبيه من أجل الدناء من أجل الطهور أنا عايز ألبكم حاجة مصر مش مقدمة فقط خلال هذا العالم أو العامل الأخرين على وجه التحديد فقط المشوعة لا حيصن التاريخ لنصر منها تصدر مجال أخطر فكر متطرف إرئال لو يتمكن من الأرض لحرع الأرض المصريين هم اللي تصدروا لهذا الفكر تصدروا عشان يقولوا الإنسانية لا يقدموا السماحة الحقيقية للإسلام المسلمين يقدموا البناء والتعمير والتنمية والرقاب مش يقدموا القتل والتخريب والتدمير للإنسانية حيصن التاريخ لمصر اللي هي اللي تصدر له وهي اللي تصدر كمان بأظهرها وعلماء لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه ومحيطه ده قد مصري عدميته يمكن يكون مش بحسوس دلوقتي لكن ده حيبان حيبان الفترة والسماوات القليلة والطبع الشعب المصري هو بيعمل طولات السويس الجديدة ما كانش بيعملها في ظروف طبعية كان بيعملها في ظروف صعبة جدا اقتصادية وأرمية كان العناصر الجماعات الإرهامية والمتطبفة اللي أنا بسميهم أهل الشعب بيحاولوا يأزوا مصر والمصريين ويعرقنوا مسيرتها وتقدمها يعني عايز أقول اللي ما كانتش العمل بيسير في مصر في ظروف طبعية لا ده كان فيه ظروف لمكافحة الإرهام ومزارت هذه الظروف احنا بنكافحها وحنكافحها وحننتصر عليهم في الشباب هننتصر عليهم في الشباب كان لازم يبقى متأكدين ان احنا يفضل الله طبعاً سبحانه وتعالى وجوهد كل المصريين نستطيع أن أقدم هذا الجنباز في المدة المقربة للمحافظة قناة السويسية الجديدة لا مش بس عمل هداسي لا لا فيه موم فيه وقت جديد فيه وقت جديد من فضلكم لازم تتوقفوا قداماً كان لقدم المصريين يا شعور في خلال سنة وهما يبقى عندهم مزيد من السنة مزيد من الدينان وعدم التشاكل وعدم الإحباط وأنا أتصور أنه تم تنفيذه بهذا الشعب ورد فعل الناس رد فعل الناس بغصفة على كده فرح عن المصريين المعلم وهم كانوا احتجين يا كل نفسهم للعالم وهم ما زالوا قادرين وأنا أتصورهم لأول أول خطوة القلال جديدة أول خطوة من ألف خطوة القلال جديدة خطوة واحدة من ألف خطوة إحنا مطالبين يا مصريين إن إحنا نمشي صحيح خطوة من ألف خطوة بس أنا عايش بلدك حاجة قبل ما أكمل خطاب هذا لا يمكن أبدا أبداً حيستطيع أحد أن يناه من مصر أبداً طول الشعب المصري خطلة واحدة وإيد واحدة حقاكنها مرة من اثنين وثلاثة ولو أنتوا بالصوفة حتلاقوا شيخ الأصغر وقدست البابا مرودية جنة لازم دايماً نبقى احنا خطلة واحدة خطلة واحدة عشان نقدر نعرف التحدي نحن من جمع وحنا نتصنع فبولة هي خطوة من ألف خطوة أرويش حالك مش هتكلم على تفاصيل كتيرة خاصة بالقناة بعد اللي تقال خلال الفترة اللي كانت لكن أنا عايز أوليكم إن من كل مصري كان يشارك بالنشورة وحد فوقين المصريين من كل دول العالم كانوا حرسين جداً جداً على نجاز المهمنا بالتوقيت المحدد